توجى سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة توجى الفارس محمد عبد الحميد الهاشمي من فريق الرعود بطلا لبطولة العيد الوطني للقدرة لمسافة 120 كيلو مترا في قرية البحرين للقدرة وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس الأعلى لشباب والرياضة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسعادة الشيخ أدعيج بن سلمان آل خليفة رئيس لجنة القدرة بهذه المناسبة عرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بالمستويات الرفيعة التي شهدها سباق 120 كيلو مترا والنجاح البارز الذي شهدته السباقات المرافقة لبطولة العيد الوطني المجيد مشيرا سموه إلى أن البطولة حملت في طياتها الإثارة والقوة والتحمل في ظل رغبة الفرسان في إنهاء السباق في المراكز الأولى وأوضح سموه أن فوز فريق الرعود بالمركز الأول تتويج لجهود الجهاز الفني للفريق وتطبيق الفارس محمد الهاشمي للخطة التي وضعها مدرب الفريق وحرصه على تطبيقها بأفضل صورة وسط تألقه وبروزه في قيادة الجواد بصورة مميزة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد إن مراحل السباق كانت مثيرة وحماسية خصوصا في الجولة الرابعة التي انحصرت فيها المنافسة على الفرسان الثلاثة الأبطال وأضاف سموه أن المستوى التنافسي القوي الذي أفرزته بطولة العيد الوطني المجيد سيكون دافعا كبيرا لكافة الاستبلات والفرسان للبطولات القادمة خصوصا أننا مقبلون على بطولة كأس سمو الشيخ خالد بن حمد أهل خليفة والتي من المؤكد أن تكون مثيرة وحماسية عطفا على المستويات المميزة التي شهدتها البطولة الحالية وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة نشيد بالتنظيم المميز الذي شهدته البطولة والجهود البارزة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة لتأمين نجاح جديد للبطولة وهو ما يؤكد القدرات العالية الإدارية والفنية التي يملكها الاتحاد برك سموه إلى الفرسان الذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى في السباق مشيدا سموه بمسوياتهم طوال مراحل السباق وحرصهم على تقديم أفضل المسويات هذا وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة على متابعة وتشجيع الفرسان طوال مراحل السباق الأربع حيث كان لمتابعة سموه الدور البارز بإعطاء الفرسان دفعة معنوية عالية وقدم سموه هدية تذكرية إلى معالي الشيخ خليفة بن عبدالله أهل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة باتلكو بمناسبة رعاية بطولة العيد الوطني للقدرة معربا سموه عن تقديره لشركة على رعايتها للبطولة والذي يؤكد حرص القطاع الخاص على المساهمة بتقديم الدعم للقطاعين الشبابي والرياضي كما قدم سموه الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة هدية تذكرية إلى السيد محمد المناصر رئيس مجلس إدارة شركة منارة البحرين على تقديم الشركة جوائز مالية للفرسان الذين ينهون مراحل سباق بطولة العيد الوطني معربا سموه عن تقديره لهذا الدعم الذي يعتبر حافزا كبيرا للإستبلات والفرسان كما تسلم سموه الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة هدية تذكرية من شركة منارة البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة